ولسه مستمرين معاكم في الآلي خط أحمر والحقيقة النادي الآلي تعامل مع مباراة القمة والأخطاء التحكمية في مباراة القمة وبرغم الفوز العريض للنادي الآلي بأربع أهداف مقابل هدف واحد فقط لغير إلا أنه تعامل مثالي جداً الحقيقة لابد من وقفة مع التحكيم الحقيقة لابد من تطوير منظومة التحكيم ده اللي طلبه النادي الآلي من اتحاد قرة القدم المصري الأهل يطلب من اتحاد القرة الاهتمام بمنظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم الجديد أنا بقولي الكلام ده إمتى؟ وأنا بطل المسابقة أرسل النادي خطاباً اليوم للاتحاد المصري لقرة القدم يطلب فيه ضرورة مضاعفة الاهتمام والعمل على تطوير منظومة التحكيم بشكل عام وما يخص حكام بار بشكل خاص جاء في الخطاب أيضاً أنه سبق وأن أرسل النادي عدة مكاتبات سابقة بخصوص منظومة التحكيم والارتقاء بها لإرساء العدالة بين الفرق المتنفسة ولكن تلاحظ في المباريات الأخيرة أن أخطاء الحكام المؤثرة ما زالت تلقي بزلالها مثلما تعرض له فريق الآلي في مباريات القمة الأخيرة خاصة من جانب حكام بار الذين يملكون الأدوات التقنية والوقت للمراجعة ومنح كل فريق حقه المشروع وطلب الآلي من اتحاد القرى ضرورة الاهتمام بتطوير ودعم منظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم القروي الجديد لضمان العدالة ونجاح المسابقات القروية على كافة المستويات أجمل شيء ممكن تعمله والناس تبقى فهمة أن أنت لا بتعلق شمعات ولا أن أنت بتشتكي لسبب قصارة أو فقدان بطولة هو أنك وانت على القمة وانت في الموسم اللي استثنائي ليك وانت بتفوز على الزمالك أربعة واحد طالع تقول أنا لسه حريص على تطوير منظومة التحكيم طالع تقول أنا لسه عندي أخطاء مؤثرة بتحصل من تقنية الفيديو أخرى حكام مبارات الأهلي والزمالك هنا لازم تاخد الخطاب ده أي يوم نفس يبقى فاهم أن النادي الأهلي الجو المناسب لي عشان يكون رقم واحد هو العدالة النادي الأهلي في تربة خصبة من العدالة ما تعرفش غير أنه يكون رقم واحد الحقيقة المعاقات الخارجية اللي بتحصل يا فارس هي اللي بتعطل النادي الأهلي ولكن خطاب مهم جدا توجيه مهم جدا للتحاد القرى في توقيت مهم جدا جدا توقيت مهم جدا وأنا بقول هذا الخطاب وفتكره هو جرس انظار للموسم القادم تاني هذا الخطاب زي خطابات وجهت للاتحاد الأفريق فيما يتعلق بالتحكم الأفريق في وقت كانت الناس بتستغرب كان جرس انظار للتحكم الأفريق وشوفنا بعدها أنا بقول أن هذا الخطاب جرس انظار للموسم القادم لأن حكامنا بيروحوا لحتة أسوأ بكتير جدا والمباريات بتروح لحتة أسوأ بكتير جدا وأنا بقول النادي الأهلي جزء كبير من حسم اللقب السنة دي كان في الوقت اللي فيك لاتنبرج كان الوقت اللي بنسمع فيه الفار بيقول ايه وحكام كتير جدا كبار على مستوى العالم بيجو يحكموا مباريات عندنا فأنا بقول أن هذا الخطاب حسنا فعله النادي الأهلي لأنه أسامة الخطاب ده أتمنى ما نرجعلوش السنة الجاية ونقول النادي الأهلي أهلي أتمنى وأنا مش هقدر أكون مطالب طول الوقت يا فارس ان فريق يكون عنده قدرات فنية انها تفوز على المنافس وأخطاء التحكيم ممكن يحصل في موسم استثنائي لكن مش كل موسم هبقى حاطة لود على اللعيبة انت بتلاعب 14-15 لاعب المنافسين